سؤالك التاني انك بيجي لك حالة من الخوف والتهيئات والواحد على طول يستعز عن خايفة على الولدة وانه يحصل لها حاجة انك ميت وانه ميتون ففيش انسان هيخلت في هذه الحياة بس بدل ما انا اقول اجعل يومي قبل يومها وبعدين الانسان يورط نفسه في الدعاء بطريقة مش منضبطة تسألي الله سبحانه وتعالى لها الصحة والعافية والبركة في الصحة والبركة في العافية والبركة في العمل وطول العمر في خير وعلى خير وتسألي لنفسك نفس هذا الكلام وطبيعي ان الانسان تداهمه مثل افكار الفراق لانه احنا بشر بنتعلق وما فيش اقوى من علاقة الانسان بامه وابيه هادان في الدنيا هما الرحماء فبطبيعة الحال ان الانسان يبقى عنده هذا التخوف لكن ربنا سبحانه وتعالى بيسكن قلوب المؤمنين اذا سكنوا الى الله العظيم فنسكن الى الله وإلى انوار الذكر ام الانسان يثبت اعيط وابكي وانفعل شيء طبيعي جدا ان الانسان يمر بكل هذه الامور لكنه بيتوجه الى الله سبحانه وتعالى ويسأل الله سبحانه وتعالى المدد فيعطيه الله المدد ويثبت وتدعي للولدة عشان والانسان لما يتصل بانوار الذكر بيجي له حالة ألا بذكر الله تطمئن القلوب يا صاحبة السؤال الستة ام محمد بتسأل عن صلاة الفجر وبتقول هي دايما بتصلي كل الصلوات لكن لا تدرك صلاة الفجر على وقتها بتكتهدي قدر الطاق وتخديه بكل الاسباب وتدعي ربنا سبحانه وتعالى انه يجعلك من مقيم الصلاة ومن ضمنها مقيم صلاة الفجر على وقتها فتسألي الله ذلك ماكنش مثلا بنام اتنين تلاتة وهفتكر نفسي اصحى في صلاة الفجر فاذا الانسان عنده حرص ينظم اليوم بتاعه فإما بنام انا اول الليل وبعد كده بصحى شوي وبعد كده ارجع انام فيبقى الجسم يخد قصط من الراحة وإما ان انا بنام بدري عشان ان انا اقدر ان انا ادرك يعني لو عايز اقوم قدر من الليل او حتى ان انا ادرك فقط صلاة الفجر فالانسان لازم ينظم نفس طب افريدي انا منظم نفسي وعملت كل الوسائل وراحت علي النوم خلاص وقت مصحة اقضي الصلاة المهم النية تكون مبيتة والاخذ بالوسائل المتاحة بالنسبة لي تكون موجودة ويسأل الله العبد دائما التوفيق الى الطاعات والعبادات ونسأل الله لنا ولكم التوفيق الدائم الى كل ما يحب ربنا ويرضى اللهم امين اجمعين